بسم الله الرحمن الرحيم جلالة السلطان برحب بيك برحب بيكو أهلا وسهلا برحب بيكو واسمحولي بالمناسبة الجميلة دي افتتاح التجديد اللي تعمل في مسجد سيدة نفيسة وفي المقام الكريم وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في سيدة نفيسة واحنا متحركين أيضا في ان احنا نكون أنجازنا السيدة زينب كمان احنا فتحناها في رمضان للصلاة لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هنا والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية ويمكن احنا متحركين جايين هنا شغالين دلوقتي في مناطق عرب اليسار ومناطق أخرى الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود فإحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها لكن النهاردة تحديدا موجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين لي بنتشرف بنتشرف أن احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم مقام السيدة نفيسة وزي ما انتم شايفين اتعامل المسجد وتعامل المنطقة المحيطة وأيضا الضريح الكريم فربنا يا ربي عيننا ان احنا نكمل ما بدأنا ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعنا عليه مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر وبشكرك شكر جزيل باسمي باسم كل المصريين واسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والموادة وهنا مش حنسى اقول ان احنا في مصر يعني طائفة البهر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين دا وحاسين به مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده لكن نلاقي بوسط الشعب المصري مرة تانية برحب بك وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم دا والجميل دا ان احنا موجودين هنا في مقام كريم نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا